اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك احتياج من دول خارجية وتصدير لها فهنا تبدأ المعادلة بشكل جيد ناخد التغير وبعد ذلك نعود للحديث عن هذا الموضوع صفرة منتظرة للصادرات السعودية خلال المرحلة المقبلة مع الدعائم التحفيزية والتشريعات التكملية الجديدة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني واجاء الامر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص باعتماد مبلغ 66 مليون ريال لتنفيذ مبادرة اطلاق برنامج تحفيز الصادرات كادا جامعا للجهود الحكومية للمساهمة بشكل فاعل في النمو الاقتصادي كما جاء اعتماد مبلغ 5 مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية لتغطية جزء من رأس مال بنك الصادرات المراد انشائه كخطوة داعما للشركات الوطنية لدعم صادراتها ومنتجاتها للنفاذ الى الاسواق العالمية وتقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بدورها في اكمال الاجراءات النظامية اللازمة لانشاء البنك الذي سيسهم في تطوير بيئة الاعمال وستفجوة الخدمات في قطاعي الاستيراد والتصدير ومن المتوقع ان يسهم برنامج تحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال كمرحلة اولى جنبا الى جنب مع اعمال البنك الجديد في رفع كفاءة القدرات التنافسية وتنويع الفرص الاستثمارية بشكل مستدام ووفق معالي وزير الطاقة خالد الفالح فان بنك الصادرات برأس ماله البالغ 30 مليار ريال سيدعم تشجيع التصدير والمشاريع الصناعية والتعدين والخدمات اللوجستية التابعة لها يأتي ذلك في وقت حققت فيه الصادرات غير النفطية في نسخ ميزانيات الدولة الاخيرة نسبة نمو بلغت 13% سنويا ووصولها الى نحو 291 مليار ريال وهو ما يعني توافر البيئة الاستثمارية المناسبة وتواجه صادرات السعودية معاوقات عدم قدرة بعضها على الوفاء بالمواصفات العالمية وعدم كفاية البحوث المعنية بتحديد اسواق التصدير المستهدفة بالاضافة الى وجود قصور في معرفة اساليب التشغيل وقاعدة العملاء المحتملين اشتركوا في القناة شكراً للزملاء على هذا التقرير الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا الترحيب بضيوف لهذا اليوم الأستاذ عبد العزيز عزوقة مدير عام الاستراتيجية وتخطيط بهذه التنمية والتصادرات أستاذ عبد العزيز مسحك الله في الخير لخدمة البيئة الخاصة للصادرات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام العاشف الأنبياء المسلين أودنا أبدأ بالشكر لمقام قادم الحرمين شريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وسموه سيدي ولي عهدي الأمين الأمين محمد سلمان على الموافقة الملكية الكريمة لإنشاء ملك الصادرات بالنسبة لسؤالك دور هيئة تم تصادرات السعودية ترتكز على ترمية الصادرات الغير النفطية وعلى ثلاث محاول استراتيجية أساسية وهي تحسين كفاءة بيئة التصدير من خلال إزالة المعوقات والمشاركة في تحسين سياسات التشريعات المتعلقة بالتصدير والمحور الثاني هو تطوير قدرات المصدرين والتي ترتكز على تطوير المعرفة التصديرية وقدراتهم التصديرية وتوفير المساعدات الاستشارية والمالية لسعادتهم من أسواق الأسواق الدولية وترويج منتجات والخدمات السعودية وتوفير وإيجاد الفرص للوصول الأسواق العالمية وهذا دور الهيئة بشكل عام والخدمة تقدمها سيد عبد العزيز يعني كلكم عبد العزيز بس بيكون سؤال سؤال سيد عبد العزيز وش المشاكل اللي يعانيها الشركات المصدرة يعني أنت تشوف أنه صادراتنا اللي وصلت 16% الفترة النمو اللي قاعد يصير هل هو مناسب لمكانة المملكة أو أنه المفترض أن يكون أفضل من كذا أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعاً وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام طويل عمر الصناعة عندنا تواجه أدة مشاكل واحدة من المشاكل هذه بما تخص الدخول إلى أسواق أجنبية أنه ما يكون فيه استراتيجية واضحة داخل هذه المصانع أو الشركات لكي تنتقل إلى أسواق عالمية هذا واحدة من المشاكل التي تواجهها هذه للشركات الشيء الثاني الشركات ما قد وصلت إلى المستوى العالمي بحيث أنها تحصل على كل التراخيص وكل الإجراءات اللازمة للدول المصدرة يعني على سبيل المثال إذا أنت مثلاً تبقى تصدر منتجاتك إلى دولة ألمانيا في يحتاج عندك تصريح معين ومن بينها شهادات سلعية ويسمونها شهادة الآيزو وشهادات أخرى خاصة بالمنتجات الشركات السعودية تفتقر لهذا الشيء لكن حالياً طبعاً لماذا يأخذ التصريح هذا ما يقبلونه في بي ما يقبلون أن يدخل البلد ممكن يدخل بطريقة أخرى بس ما هي بالطرق الرسمية طبعاً نسبة 16% هي ليست المأمول نتمنى أنها تكون أكثر من كذا بكثير لأنه في مقومات للمملكة العربية السعودية من بينها موقعها الجغرافي ومن بينها مكانتها في العالم الإسلامي هذه المقومات المفرض أن يستفاد منها بشكل أكبر من كذا يعني على سبيل المثال أنا بتكلم لك عن قطاع الغذاء فيه مصدرين شغالين في مجال قطاع الغذاء عندهم سهولة في الدخول إلى الأسواق الإسلامية الأجنبية أسهل من دول إسلامية أخرى ليش؟ لأنه في عندهم تصور معين أنه المنتجات السعودية هي منتجات حلال 100% ولذلك مطلوبة ومرغوبة مطلوبة ومرغوبة أحسنت لأنه ما يكون فيها مشتقات خلزية في نهاية الاحتياج أحسنت يعني كون المملكة كمصدر ومركز إسلامي واضح هنا بساعد تسويق غير بالضرب تسويق ضمني ضمني أحسنت أحسنت فهذا الشيء يساعد أن ندخل على الأسواق أهم شيء الدول الإسلامية يعني عندك تقريبا 55 دولة إسلامية وهذه 55 دولة إسلامية تقريبا الناتج المحلي القومي لهم كلهم يمكن أكثر من 55 تريليون على حسب ما وضح لي فلكن تتخيل حجم التجارة الموجودة وكيف كم حنا نستغل منها عادة صناعة الغذاء ما تواجه مشاكل زي الصناعات الأخرى اللي لا علاقة بالمشاريع التنموية أو الحكومية يعني مثلا المصانع التي تنتج المنتجات اللي لا علاقة بالمواد الإنشائية تواجه زي ما تقول نزول في المبيعات نوعا ما بينما المصانع الغذاء لا زالت مشروعة شغالة ونسبة اللي نزلتها نسبة بسيطة لكن يعني أفضل من مصانع الأخرى جميل دكتور فؤاد بوقري أصل المستشار الاقتصادي من جدة ورحب فيك ومساك الله بالخير دكتور فؤاد أهلا وسهلا بكم وبداية دكتور فؤاد يعني نصت رؤية المملكة عشرية ثلاثين أن تكون صادرات من ستعشر في المية حتى تصل إلى خمسين في المية الغير نفطية هذا يعني مشروع كبير جدا هل الأرضية الخاصة بالصادرات مهيئة لهذا الشيء أو أنه لا بحاجة إلى تشريعات جديدة بحاجة إلى تسهيلات أكثر بحاجة إلى إنشاء شركات وليدة ولديها هذه الشركات الرؤية الواضحة بحيث أنه تكون نظرتها على الصادرات طبعا هذه رؤية والرؤية هو هدف استراتيجي وطبعا لنصل إلى هذا الهدف يجب أن تكون هناك عدة خطوات طبعا أول الخطوات هو هذا العام بدء بفكرة أو من الفكرة نفذت في موضوع إنشاء بنك الاستيراد والتصدير برأس مال تقريبا 30 مليار وبدء ب5 مليار في هذا الصندوق وخولت هيئة الصادرات لاستكمال بقية الإجراءات لعملية التنفيذ طبعا نحن عندما نقول الرؤية هذا هدف استراتيجي وقد نصل إلى هذا الهدف أو قد لا نصل تبعا للصعوبات والأمور التي تواجه هذا الأمر وكما نعرف نعنى دائما الخطط يتطلب فيها مرونة أنا أتوقع أننا سنصل إلى هذا الهدف نتيجة لوضوح الرؤية ونتيجة لوجود القياسات اللازمة وأيضا لأن القطاع الخاص متحفز للوصول إلى هذا الهدف بإذن الله إن شاء الله سيد عبد العزيز هل البيئة أيضا نفس السؤال لأن هيئة الصادرات هي من سوف تنفذ هذه الرؤية والوصول لنا أو أنها سوف تعطينا عن الأسباب والمسببات إذا لم نستطع تعقيقها هل البيئة الموجودة الآن لصادرات مناسبة للوصول إلى هذا الرقم من 16 إلى 50% أو أن نحتاج إلى تشريعات نحتاج إلى أيضا الصادرات نفسها هيئة الصادرات تحتاج إلى منظفين أكثر حتى تصل إلى مثل هذه الرؤية بالبداية بس أوضح أنه هذا ليس فقط دور هيئة تمت الصادرات هيئة تمت الصادرات تلعب دور من ضمن منظومة أو بيئة التصدير اللي من ضمنها جهات متعددة اللي تلعب دور في بيئة التصدير من ضمنها الجمار كلها هيئة المواصفات المقيس أو جهات متعددة فنحن كهيئة تمت صادرات نعمل مع جهات ذات العلاقة في إزالة المعويقات وفي تنفيذ المبادرات وفي تقديم الخدمات لتحقيق هداف الرؤية بإذن الله بالنسبة للبيئة التصديرية الحالية والتشريعات والتشريعات هو قامت الهيئة بإعداد استراتيجية التصدير الوطنية وقامت بتحليل البيئة التصديرية بشكل تفصيلي لفهم التحديات المتواجدة والعمل مع جهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لفهم الإحتاجات وتم حصر المعويقات إلى خمس معويقات اللي من ضمنها نقص في القدرات التصدير وكفاءة بيئة التصدير والممكنات ومحدودية الممكنات البيئة التصدير ومحدودية الإنتاج أو تنوّل إنتاج الصناعي والخدمي وأيضا محدودية أدوات ترويجية للمنتجات وأسواق في الأسواق وتم تحديد هدف استراتيجية ومبادرات لحل هذه المعويقات وهذا تصوتوا دراسة هي دراسة استراتيجية وعلى مستوى المنظومة بالكامل وحتى لما حددنا الهدف استراتيجية ومبادرات تم تعيينها لأصحاب المصلحة أو المالكين للمبادرات ومن ضمنها طبعا هيئة من تصادرات فمثلا من ضمن التحديات أو التحديات الرئيسية اللي هي محدودية ممكنات للتصدير وبالتخصيس بالذات مثلا تمويل الصادرات هذه تعتبر من المكنات الأساسية للتصدير ونتج عنها مبادرة دراسة القطاع الخدمات المالية مقدمة لقطاع الاسترات والتصدير وبالتالي إنشاء بنك للصادرات أو الأكزين بانك اللي يسمونها التصدير والاسترات فهذه كانت من بادرات اللي قامت فيها الهيئة نتيجة الترزيز التصدير الوطنية ومن ضمنها تم تحديد احتيارات المالية وتحليل البيئة التمويلية الحالية واتضح أنها كمثال أن التمويل المقدم غير كافي ولا يستهدف الشريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة بالشكل المأمول وخاصة إذا بالأهداف الرؤية ممتاز يعني مشكلة في التمويل من المشاكل طبعا من المشاكل أساسية غير التمويل كي تحديات كي تحديات تطوير القدرات التصديرية وش هذا المقصود يعني مثلا يامن مثلا شركات غير يعني لا يوجد وعي كافي أو معرفة في أهمية التصدير أو إجراءات التصدير أو الممكنات اللازمة مثل ما تفضل الصادة عبدالعزيز أنه من ناحية حتى مثلا الشهادات واللازمة اللي نفاذ الأسواق دولية معينة الهيئة تقدم خدمات مختلفة فمن المشاكل مثلا القدرات ومحدودية تنوع الانتاج الصناعي والخدمي واللي لازم ينتج منها أو لازم استهدف رفع الطاقة الانتاجية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن استراتيجية الاصطناعة الوطنية وأيضا محدودية مثلا من المشاكل الأخرى محدودية الترويج لمنتجات تسويق تقصد تسويق وترويج اللي هي مثلا من أهم المبادرات بناء علامة تجارية لصناع في السعودية بحيث أنه يصير فيه انطباع واضح لمنتجات المملكة مثلا الدول والممتيج تفكر بمنتجات مثلا الألمانية يقطب في البال الجودة ونحن نفس الفكرة أنه لا بد من بناء علامة تجارية وتطوير الاستراتيجية طبعا بالعمل مع جهات ذات العلاقة وصلتوا نتيجة هذه لسه جاري العمل عليها وبدأنا في الدراسة وجاري العمل مع الجهات ذات العلاقة في الموضوع ومن ضمن استراتيجية تصدير الوطنية تم تحديد القطاعات ذات الأولوية باستخدام مؤشر قابلية التصدير والأسواق المستهدفة باستخدام مؤشر جاذبيت الأسواق ومن ما هي قطاعات الأكثر أولوية طبعا الآن نحن ما بعد خلصت الآن نحن في المراحل النهائي نرفع الدراسة ونستكمل إجراءات نظامية الاعتماد الدراسة لكن بشكل عام وهذه من أهم الأشياء التي تركز على أن ترفع الوعي بموضوع أن الصادرات الغير نفطية لا تعني فقط السلع ولكن تعني السلع والخدمات وإعادة التصدير وخاصة وخاصة إذا من حق إن شاء الله أهداف الطموحة لابد من التركيز على الفئات جميعها ومثل ما تفضل السيد عبيز حتى استقلال موقع الجغرافي للمملكة من ناحية إعادة التصدير من ناحية كفاءة بيئة التصدير وعلى أرجع لسؤارك على موضوع البيئة التصدير البنية التحتية طبعا في مجال لتحسين البنية التحتية بشكل كبير ومن المشاريع حتى نتجة من استراتيجة التصدير الوطنية اللي هي المنصة اللوجستية وتحسين الخدمات اللوجستية والجار العمل عليها حانيا وهذه من أهم المشاريع اللي اللي بتخدم وترفع بإذن الله إعادة التصدير وبنفس الوقت الخدمات طبعا اللي في شتى القطاعات وش مقصود بالخدمات الخدمات تعني هي في النهاية كل خدمات التي تتقدم الخدمات في الصادرات ماذا تقصد فيها الخدمات في الصادرات معناها أي خدمة قدمت لي عميل خارجي أو عميل أجنبي من قبل شركة مثلا سعودية إن كانت في السعودية أو من قبل شركة سعودية مثلا خارج المملكة وقدمتها خدمات للجانب الخارج فهي أي دخل يأتي للمملكة عبر خدمات من شركات سعودية فمثل خدمات السفر والسياحة والخدمات الالتصالات وخدمات التمويل بشكل عام هذه كلها خدمات أي خدمات تقدم خارج المملكة ويأتي منها الدخل هذا يعتبر تصديق الخدمات صادرات الخدمات سيد عبد العزيز كشركة الآن فلنفرض بحكم معرفتك من ناحية الاستشارات الخاصة بالصادر أي شركة تريد تصدر يعني ممكن تجيب شخص زيك ويبدأ يعطيها استشارات هل سوف تنجح أو لا إذا هذا فهمت أحسنت أحسنت الآن كشركة جديدة ما هي الطرق اللي بوصلها حتى أبدأ التصدير طيب أول شيء أول حاجة يكون في ارتزام من الإدارة أنه والله نتوسع الأسواق عالمية الرغبة قصد الرغبة أحسنت لأن الموضوع يأتي إلى شقين الشق الأول فني والشق الثاني إداري الشق الفني أنه تكون مغطي مقتضيات السلام اللي عندك موجودة في الصناعة ومتطلباتها محافظة عندك تحكم بالجودة عندك يكون تحفيز العاملين عندك يكون تطوير مستمر هذه بالنسبة لجانب الفني بالنسبة لجانب الإداري اللي ما عنده تطوير مستمر ولا عنده تحفيز العاملين ما يصدر يستطيع يصدر بس هذا كلام على ورق هذا شيء حقيقي حاصل لماذا ألمانيا واليابان تصدرين العالم في التصدير لأنهم قاعدين ماشيين على خطوات هل يرفض عشان أنه لا في تحفيز العاملين لا 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 هذه الأشياء مجتمعة تأدي إلى أنك تستطيع أن تذهب إلى أسواق أجنبية تمام يعني مثلا يكون البنشمارك حقي أو يكون أنا بتكلم عن مثلا سوق ألمانيا أو سوق اليابان لأنه عندهم متطلبات مع سوق أمريكا كذلك يعني على سبيل المثال فيه واحد من عملان كان يصدر بلوكات قرانيت إلى أمريكا البلوكات هذه لازم تعالج معالجة معينة عشان تدخل إلى أمريكا من أجل منع دخول الحشرات إلى أمريكا هذا عندهم نظام إجراء وقائي عندهم عشان ما يدخل عندهم الآفات الزراعية والأشياء هذه فنرجع لموضوعنا إيش الأشياء التي تساعد الشركات زي ما ذكرنا في قسم جزء فني وجزء ماء إداري الجزء فني تكلمنا عنه الجزء الإداري يكون الالتزام من الإدارة أنه توسع الأسواق العالمية يكون الإدارة عندها خارطة واضحة للوصول لهذه الأسواق وتحديد هذه الأسواق ورح يستهدف يستهدف دولة معينة أو سوقين أحسن دولة معينة وفي عندنا مثلا ميزة تنافسية معينة للمنتج حقنا في طالع أمرك كمان اللي هو بالنسبة لإدارة تحفيز العابلين هذا واحد شيء مهم تدريب الموظفين اللي موجودين في المصنع وإطلاعهم على الخطط الاستراتيجية المستقبلية من أجل أنه يكون الهم واحد كلنا نهتم أنه والله ننتقل إلى أسواق عالمية طيب تمام في بعض الأهداف الأخرى اللي لها علاقة طيب هذه عشان أنا أصدر المنتج حقي كم أمفترض أني أخذ تصريح وشوف حاليا على حسب أهداف الرؤية أنه التصدير لتلك أهداف الرؤية بغل الآن الواقع حاليا يطول يطول فترة طويلة نعم لأن أنت يكون في السابق كان عندك 12 مستند تروح تجيبها من إدارات الحكومية المختلفة 12 مستند 12 مستند هذا في حدود كم تخلص؟ إذا كان موضوع يعني يعني إذا أعطيتها مثلا المتطلبات عندك الشركة كم تقدر؟ خلنا نقول إذا أعطناها مثلا معقب شاطر 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 يعني ممكن يأخذ فيها شهر ونصف شهرين شهرين على بال ما أبدأ؟ تقريبيا على بال ما يخلص الإجراءات التصديرية الآن يعني الحكومة الرشيدة أدركت هذا الشيء وبدت الآن بتقليص الإجراءات من 12 مستند إلى مستندين وهذا الشيء فيه نقلة نوعية ممتازة جدا يعني الآن سأل مثلا على سبيل المثال إذا أنت بتصدر ويطلب منك إذا ماني خلطان اللي هو السجلة الصناعية والتجاري وشاهدة المنشأة سابقا لا كانت أشياء ثانية أشياء كثيرة فهذا الشيء يساعد في زيادة أو رفع أو تسريع عجلة التصدير إلى الأسواق الخارجية جميل دكتور فؤاد الصناعات السعودية يعني لماذا لا يوجد لدينا علامة أنه مثلا مثل ما تفضل السادة عبد العزيز عزوقة أنه في ألمانيا مثلا معروفة بالجودة وغيرها كصناعة ألمانية اليابان اللي هو التكنولوجيا بكافة لماذا لا يوجد لدينا في السعودية صناعة معينة أين الشيء المفقود في هذه الجانب طبعا لا بد أن نعترف أنه الدول الصناعية ما وصلت إلى هذا المستوى إلا بعد وضع استراتيجيات وبالتالي الوصول إلى هذا المستوى نحن في المملكة العربية السعودية اعتبدنا في الماضي على البترول وطبعا بدأنا بعد ذلك بالبترو كيميكل وأصبحنا يعني خلينا نقول جودة عالية وأيضا قدرة استراتيجية في تصدير البترول والمواد البترو كماوية بمجرد ما أنه نحن وضعنا الرؤية في قبل عامين بالضبط طبعا بدأ الاهتمام بعملية تحويل للمملكة العربية السعودية إلى مصادر أخرى ومنها الصناعة ولا بد أن نعترف إلى أن المملكة العربية السعودية حتى تصل إلى مستوى دول صناعية لا بد أن توضع لها استراتيجية بشكل يعني تنافسي وأيضا لابد أن نعتمد على الأمور التي زي ما تفضلت أننا نحن قد نصل بها إلى الهدف لابد أيضا من أنه نعترف إلى أنه كثير من الصناعات في المملكة العربية السعودية خاصة الغدائية اعتمدت على ما هو متوفر من دعم وهذا الدعم كما نرى الآن مع ارتفاع أسعار الطاقة ورفع الدعم الحكومي عن المياه وغيرها ستؤثر على هذه الصناعات بشكل أو بآخر لا بد أن نضع استراتيجيتنا أيضا على تخفيض التكلفة قدر الاستطاعة وطبعا وجود هيئة الصادرات السعودية والصناديق الأخرى التي ستدخل مثل البنك الاستراد والتصدير كل هذه وأيضا دعمها بالأموال الكافية ستعمل إن شاء الله على تخفيف من عملية الصعوبات الحالية ونتوقع إن شاء الله خلال العشر السنوات القادمة زي ما طرحنا في الإجابة السابقة بأنه سنرى تطور استراتيجي في الصناع السعودية وسنتقصص في الأمور التي موجود لدينا المواد الخام أو يمكن استيراد المواد الخام ومن ثم تصنيعها بشكل استراتيجي جميل سيد عبد العزيز عزوقة الشهرين أو شهر ونصف على بل ما أخذ تراخيص وأبدأ بالتصدير يعني مرة كثير الوقت في الزمن الحالي اللي إحنا فيه مرة كثير يعني إش سوت الهيئة حتى تبدأ بتقليص هذه المواضيع ولا هذا موش دوركم لا هو دورنا من ناحية العمل مع الجهات ذات العلاقة في تبسيط إجراءات التصدير وتحسين الإجراءات بأي شكل كان لتسهيلها على المصدرين الشهادات والأجوة تختلف على حسب الشركة والمشاكل التي توجهها أو حسب القطاع وحسب الدولة المستهدفة فهذه عامة ما تيجي فقط أنه شهرين مشاكل عامة تختلف على حسب القطاع ونحن عندنا إدارة عامة لا قال لك ترى شاطر كيف؟ يعني أنا سؤالي كان واضح أنه الشركة مستوفع الشروط كشي عندها قال إذا عطيت ذكر بإجابته أنه إذا عطيتها معاقب جيد فممكن يأخذ شهر شهر ونص شهر ونص أو شهرين هذا يعني إذا شركة ما عندها يعني اللي عندها مشاكل أكيد أنه يطول أكثر هذه من ضمن هذا معوق مثل أي معوق اللي يتم حصره من ضمن عندنا إدارة متخصصة في الموضوع اللي حاصل معوقات وتحليلها وفهم المسببات وأفضل حلول لحلها طيب أنتم حطين هدف لأنه تقليص هذه المدة استراتيجية حقتكم وشي؟ حنا استراتيجية حقتنا من ضمن الأهداف والمسهدفات اللي حتى في الرؤية موضوع متوسط الوقت للتصدير ما هي بمركزة على موضوع الشهادات بالذاتة الشهادات هذه تيجي على مستوى مختلف لكن متوسط وقت التصدير هو المؤشر الاستراتيجي على مستوى من المؤشرات طبعا الاستراتيجية والتي الحمد لله صار فيها قطعنا فيها شوط مع الجمارك السعودية والحمد لله تم تقليص المدة بشكل منحوظة وجال العمل لسه بشكل أفضل على تحسين الإجراءات والأتمتة والتي من المبادرات التي ناتجتها عن الاستراتيجية فهذه من ضمن المؤشرات يعني من ضمن المؤشرات بس ما أعطيتني وقت ما لها وقت معين يعني إذا شركة مستوى في الشروط الآن كم المفترض أن تأخذ وقت على بالما تبدأ بالتصدير بس إشكاسك بالضبط أن تبدأ بالتصدير يعني تبدأ يعني تخط المنتج في المخازن ألا ستصدر سواء كان جوي أو البحث هذه طبعا إذا اعتمدنا أن هذه فعلا شركة جاهزة ولديها منتج قابل للتنافسية أو التنافس في الأسواق الدولية تبدأ بأخذ التصاريح وتبدأ بإنهاء الإجراءات ويعتمد على المنتج هذه كم تأخذ فترة؟ وتعتمد على المنتج وعلى السوق المستهدف والشهادات اللازمة لا يوجد مدة معينة لا يوجد مدة معينة ومدة محددة ولأن هناك عدة منتجات ولا في قراتيجياتكم أن هناك مدة معينة المفترض الخاصة في الشهادات لا يوجد مدة معينة خلال المدة هذه أي شهادة تصل لأن تختلف على حسب المنتج وعلى حسب المواصفات المطلوبة حسب جهزية المنتج لموافقة ومطابقة المواصفات في الدولة المستهدفة أصعب المنتجات عندكم ليس لتأخذ إجراءات أكثر يعني من ناحية أيش بالضبط يعني المنتجات مثلا فيه منتجات سهلة قلت أنه فيه شيء صعب على حسب المنتجات على كلامك يعني بس حننا معلش نخبض حشان نوضح نحن تقول اللي تقعد عندكم نحن ما نصدر نحن عارف أنه طبعا أن ينساعد والشركات هم يأتي ويرفعون لنا أي معوقات وإي مشاكل هم يواجهوها في التصدير فمن ناحية تختلف على مستوى المنتجات وعلى مستوى الفئات أو في السلع أو حتى الخدمات فيه تحديات مختلفة طيب ما ما فيه منتج بالذاته أقول لك أن هذا منتج وأصعب منتج في التصدير طيب أستاذ عبد العزيز الشهري القطاعات اللي مفترض أنت تشوفها أنه تاخد دورها في التصدير تبدأ بتصدير المنتجات للخارج والشي اللي لم تتفعل حتى الآن أو لم تجد صدى في التصدير يعني قصدك كقطاعات صناعية أهي والله شوف حالياً يمكنني يؤكد لكلام هذا الأستاذ عبد العزيز أنه سمعة صناعة الغذاء عندنا في السعودية سمعتها ممتازة جداً وتقريباً هي الأغرية نعم هي ثاني أو ثالث منتجات تصدر من البلد طبعاً المقام الأول هو البترو كيميكلز طبعاً ما ما بتكلم فيه البترو كيميكلز يعني مجالها كبير وتعتبر صناعات أولية حنن نبوى التركيز يكون أكثر على الصناعات التحويلية وهذا النورم أو هذا المعمول به في الدول الخارجية يعني مثلاً في الصين والهند والمكسيك ارتفعت مبيعات الصناعات التحويلية حقتهم من عام 2000 إلى 2010 تقريباً حول 50% ارتفاع بسبب أنهم قاموا يركزون أكثر على الصناعات التحويلية حنن نحتاج صناعات تحويلية أكثر من الصناعات الأولية الصناعات الأولية ما شاء الله موجود لكن التحويلية هي اللي نحتاج أكثر وهي اللي ممكن يدخل فيها اللي هو المنشآت الصغيرة المتوسطة بحيث أن يكون عندي ازدهار اقتصادي من الجهتين تصدير ومنشآت صغيرة المتوسطة بس ترى أنت نفسك الدول الخليج ليش صناعات متشابهة يعني كيف صناعات متشابهة؟ يعني إذا جيت تصدر صناعات في السعودية نفس اللي في الكويت لماذا لا يكون هناك تميز لصناعات السعودية؟ حتى تبدأ بالفعل الدول تطلب المنتج السعودي هو شوف حاليا فيه تميز عندنا في الصناعات السعودية يعني كيف تقيسها تقيس أنه والله المنتج السعودي يصدر إلى دول الجوار دول الخليج ما يصدر إلا أنه لا يوجد عندهم صناعة وطنية من نفس هذا المنتج فالسعودية ما شاء الله ماسكة هذا المجال في مجال التصدير للدول الجوار حتى يعني فيه أسواق واعدة حولنا وحولينا زي مصر زي السودان زي أثيوبيا هذه كلها أسواق فيها بابوليشن عالي فيها عدد سكان كبير المفروض يكون فيه تركيز على هذه الدول وغير كذا هذه الدول فيه عندها احتياجات متأكدة تشوف ما ركز عليها أنا أشوف أنه فيه وفود تجارية تروح لهذه الدول بس ما قاعدا نشوف أرقام تتحول إلى أرض الواقع أشياء تتجسد بحيث أنه نقول أوكي فيه انتقال من هذا المكان إلى هذا المكان أنا أعزي رأيي الشخصي أعزيه أنه ما فيه متابعة ما فيه متابعة مع المصدرين وش المشاكل التي توجههم طبعا الصادرات يقومون بهذا الدور بس أنه فيه حاجات أكثر من كده ناخذ الحديث عن الصادرات والبنك المنشأ بحجم 30 مليار في موقع تواصل تويتر لنرى بعض التغريدات التي تتحدث عن هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني ماذا ممكن أن يقدم هذا البنك للشركات التي تنوي التوسع والتصدير سواء كانت الشركات الموجودة تصدر الآن أو الشركات التي تنوي الآن تصدير بعد أن تم إنشاء البنك طبعا من أهداف البنك الرئيسية هو تعزيز القدرات التنافسية لشراحة الاقتصاد لشراحة الاقتصاد وتطوير المنتجات تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتأكيد على أن الصادرات الغير نفطية هي تحتاج إلى جهد وتحفيز كل هذه الأمور طبعا نحن نعرف إلى أنه يعني خادم الحرمين الشريفين عندما أطلق المبادرات التي أعلنت أخيرا بـ 72 مليار كان من ضمنها هو هذا البنك للسيراد والتصدير وطبعا هذا نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية أتت طبعا لتصبح المملكة العربية السعودية مساوية أو موازية للدول الصناعية توقعنا بإذن الله بإنشاء هذا البنك أنه فعلا نحن ننقل يعني أعمالنا الصناعية لتصبح منافسة في السوق العالمي جميل أستاذ عبدالعزيز كيف يمكن لهذا البنك معالجة التباطل استثمارات القطاعات المختلفة بخلاف البترو كيموية طبعا طبيعة البنك هو بنك تنموي ما هو مثل طبيعة البنك التجارية لا يتنافس مع البنك التجارية وهو ليس بهدف الربح لكنه يكمل ما تعمله الحاليا البنك التجارية أو المؤسسات العامة لتعزيز تمويل الصادرات وفيه فوائد عديدة لبنك التصدير والاستيراد اللي من ضمنها توليد الفرص الوظائية الوظيفية تحسين إنتاج الصناعي طبعا بالعمل مع حتى صندوق مثل صندوق تموص الصناعي وأيضا من موضوع رفع الاستثمارات ومساعدة الشركات بالتوسع للأسواق الدولية والتنفيذ في المشاريع الدولية فتمويل جزء من المشاريع الخارجية هذه تعتبر من ضمن التوجهات بإذن الله اللي بتدعم التباطئ في الاستثمارات بشكل عام كيف تشوف رأيس بال البنك 30 مليار؟ طبعا نتيجة الدراسة التفصيلية التي قامت بها هي تنمية الصادرات السعودية والتي درست الحاجات التمويلية عن مستوى بيئة التصدير والعمل مع الجهات إن كانت البنوك التجارية والمؤسسات العامة التي تموّل حاليا مثل برنامج الصادرات والمؤسسات الدولية مثل المؤسسات التجارة الإسلامية واضحا وتم دراسة كم فعلا تحتاج البنك كرأس مال مبدئي للخمس سنوات القادمة وتم بناء التوقعات المالية بشكل مفصل ودقيق بحيث أنه نضمن أنه يكون الرأس مال المطلوب يكفي للخمس سنوات القادمة لدعم الوصول وتحقيق أهداف تنمية الصادرات والحمد لله جاء الاعتماد حسب نتائج الدراسة وبشكل طبعا مبدئ اعتماد الخمسة مليار التي تبدأ فيها بإذن الله الصرف والتمويد جميل سيد عبد العزيز الشهري هناك تفاقيات دولية في بنجال الصادرات كيف ممكن نستفيد منها وهل استفدنا منها وأيضا خبراتنا فيها كيف تشوفها أنا أتكلم عن كيف ممكن نستفيد منها نستفيد منها بدنا نستغل للتخفيضات الجمهوركية زي مثلا من منظمة التجارة العالية أنا أفهم الإجابتك أنه ما أستفدنا منها ما أستطيع علاقة كيف نستفيد منها اي أنا أقول كيف نستفيد وبعدين بنجي على استغدنا ولا لا نتكلم طال عمرك عن استغلال التخفيضات الجمهوركية هذه واحدة من الأركان الأساسية لنستفيد من هذه الاتفاقيات الدولية الشيء الثاني تحسين جودة المنتجات داخلين وخارجين بسبب الاطلاع على أسواق أجنبية أو أسواق عالمية هذه الأسواق ستنقل بشكل أو بآخر نوعية المنتجات التي تحمل الجودة التي تتوافق مع أسواقها فهذا يصير نقل للخبرة غير مباشر وهذا واحد من الفائدة الفائدة الثالثة أنه يكون عندنا نقل التقنية وهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا أن التقنية الموجودة في الدول الصناعية هذه تنقل إلينا بحيث أنه عن طريق زي ما قلت لك أنه يكون تطوير المنتجات عن طريق أيضا تقليل تقليل اتفاقيات بيننا هي وهي هي اتفاقيات لكن أنت الآن عشان تدخل على أسواق معينة لازم تتوافق مع متطلبات هذه الأسواق طيب الآن جولة خادم الحرمي الشريفين السابقة اللي كانت في عدة دول وجولة ولي العهد حفظ الله أيضا في عدة دول شهدت توقيع اتفاقيات مثل هذه الاتفاقيات التقصية أو لا اتفاقيات الصادرات هذه تختلف لا لا هي زي هذه الاتفاقيات تقريبا لكن أنه الاتفاقيات هذه التجارية ما راح تبان إلا بعد فترة لأنه لا تنسى أوكي حنا وقعنا اتفاقيات طويل عمر الملك سلمان وولي عهد الأمير الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب وقعوا اتفاقيات مع هذه الدول لكن الاتفاقيات هذه ما راح تتوج إذا ما سار في تبادل تجاري نحن أوكي وقعنا اتفاقيات بس نبغى تبادل تجاري نبغى يكون صناعة سعودية تنتقل إلى روسيا صناعة سعودية تروح إلى الصين صناعة سعودية تروح إلى أمريكا وكلنا اسم عالمي كلنا اسم عالمي زي ميدن جيرماني أو صنعة في ألمانيا لأيش ما يكون صنعة في السعودية وهذا إن شاء الله عمل الهيئة وعمل على ذلك على كلام الأستاذ عبدالعز عزوغة مدير عام الاستراتيجي وتخطيط به هي التنمية تنمية الصادرات شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة وفعلكم توفيق إن شاء الله والأستاذ عبدالعزيز الشهري المدير التنفيذي شركة التفوق لإستشارات الصناعية من جدد دكتور فؤاد بوقري المستشارة الإقتصادية شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد على وجودك في هذا الحق والشكر موصول لكم أنتم عزيزي المشاهدين على تخصيص وقتكم تميم بمتابعتني وتقبل تحياتي في صلاح عبد شلوب وتحية باقي فريق عمل السعب الإقتصادي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة